صدور مرسوم تنفيذي محدد بالجريدة الرسمية رقم 87 وإدماج هذه الفئات السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد صدر في العدد 87 للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم وتحديد شروط الإدماج الاستثنائية وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي فإنه يدمج الأساتذة المتعاقدون قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022 والذين تم توظيفهم في مناصب مالية شغيرة نهائيا يؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهيلهم وتخصصهم كما سيتم إدماج الأساتذة المتعاقدين بصفة متربسين ويتم ترسيمهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008 والمعدل والمتمم وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين موضوع هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2022 وحددت المدة خامسة كيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بموجب تعليمات وزارية مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إذن ألف ألف مبروك لكل هذه الفئات ترجمة نانسي قنقر